السلام عليكم يا تقونا اخواني المهندسين اهل معكم مهندس نور الدين اليوم حبيت اعملكم فيديو عساس انو نشرح الاشياء الرئيسية قد ممكن نستعملها في الريفات لحتى نطلع المعاملة طبعا راح نشرح المكونات الرئيسية والاساسية اللي هي بترتكز عليها اي معاملة طبعا بشكل سريع ومقتضر ورح نشوف مدى فعاليتها ومدى سرعتها في انجاز المعاملة ومدى سهولتها والتعديل عليها وان شاء الله يعني يكون الفيديو فيه فايدة راح نبلش مبدئيا بالعنصر الاساسي اللي بنستعمله في اي مخطط لما نجي نبلش اللي هو الجذران اللي هو في العادة احنا بنستعملهم في الوتوكيات بكون عبارة عن ممكن نوصل لائنز بعدين نعملهم افست بعدين ممكن نعمل هات شو ها الامور نحرك ها الامور نفتح البواب طبعا هاي البروسيس اللي هي 2D طبعا في ريفت زي احنا بنشايفين ممكن في اينا خيارات 2D كاملة اللي هي رسم اللاينز في اشكالها والتانجلز والعشكال السوداسي والدوائر والمنحنيات وهاي الامور طبعا في اينا كمان فيلت ممكن نعمل فيلت مثلا كل اوامر 2D في الوتوكيات موجودة ميرور كوبي موف روتايت اللاين وهاي الامور طبعا هاي ال 2D اوبجيكتس هاي ما نستعملها للمساعدة لما يجي نطلع التفاصيل من الربط ما في داعا كل شو نقصه 3D ممكن نستعمل للاينز مش ساكاشن وهي الامور حيث انه ساعد نطلع المقاطع والوجهات والمخططات بالطريقة اللي بدنا اياها طيب نبلش طبعا هاي الوجهة التي رابت عندي هنا فيه في الاركيتكتوره هنا اللي هي بادوات ترسم عندي ممكن نستعملها المهندس الميماري عصاصا يبلش في الموديل تبعه طبعا الكمبونيات الرئيسية اللي هي الجدرام أبواب الشبابيك الكمبونيات سيتشمل أثاث واللي خلين نحكي زي البلوكات في الأوتوكات بتي عنا العامدة في عنا الروف في عنا الأسقف الأرضيات الكارتين سيستم اللي هي الوجهات الزجاجية في عنا الكارتين جرد والميلون هاي اللي هم علاقة في الكارتين سيستم سيجيهم بعدين في عنا الدرب زينات هنا الرامبات الأدراج 3D text model line هاي عبارة عن خطوط هي 2D مبدئيا بس هي عبارة عن بيكون موديل مبين في كل البيوز في 3D حتى بكون مبين تمام وفي عنا موديل جروب هاي بيكون نعمل جروبات مثل نظام الجروبز أو البلوكس في الأوتوكات طبعا بالإضافة لباقي التولز ما راح بيجي فيها دون تمام ما راح عن جدار أو أربع خطوط بيكون هما فلور لأ انت في عنا ترسم فلور ترسم سيلينج ترسم روف تمام فالبرنامج بأن يعني يستخدم نظام البن أو هي نمدجة البناء هو بفهم لما أرسم أنا فلور بفهم إنه هاي أرضية فبالتالي لما يلتقي الجدار مع أرضية بيكون الالتقاء صحيح وتكون المعلومات متعلقة في كل أنصر كما يتم اوكي نبدأ في الجدار طبعا فينا كثير أنواع جدرام هنا ممكن نضيف ونعدل عليها زي ما بدنا في عنا من ضمنها والستاكت وول اللي هو عبارة عن أكثر من نوع جدار بيكون الفضاء بشكل أساسي طبعا إحنا هنا بالفيو هنفاتح على فلور بلان يعني أنا أنا بالطبع بشكل مخططي يعني أنا عام برسم خلنحتي عامل خطقطة وعام برسم خلنحتي بشكل 2D طبعا مبدئيا لما نبلش أي مشروع في العادة احنا بنغير زي مثلا في AutoCAD بنغير اللي بنشتغل فيها لكن حنا نتعامل مع طبعا لما نستخدم أو نبلش رسم جدار فعلنا عدة هون أدوات وطولز طبعا إحنا ما رح نفوت فيها أنا بس رح أشخح لكم بشكل عام أشياء الكمبونيس اللي بنستعمله كيف نجلز فيها الشغل لو غرصان مثلا جدار طبعا قررت رسم فيه نفس رسم للLine Z2D ممكن أرسم Line يكون متسلسل زي بالPolyline تمام ممكن أعمل Tram Extend Tram Extend مع بعض يعني ما في هنا Tram Extend ممكن إذا مثلا مسكت الجدار وزحته باللاحظ أنهم زي فيه Link بين الجدارين وهذا بيتيح لي سهولة التعديل والإزاحة طبعا ممكن أغير مستوى Detail في الجدار أو اللي يدهر ليها المرنامج نبحث هنا فيه طبقات هون الطبقات وسط هون الطبقات Find Camera Detail ممكن كمان نغير الألوان مثلا Shaded طبعا هذه الأموة معروفة للناس اللي بيشتغلوا أي برنامجة 3D باللاحظ أنه هون فيه سهمين للجدار إنه هذا هو الوجه الخارجي ممكن نغير الأوجه نعمل Space بتغير عندي التجاه الجدار باللاحظ كيف التقاء الطبقات عندي هنا بيصير عندي كيف التقاء الطبقات طبعا في الناس المتخصصين أو بيشتغلوا الربط بكيف يتعامل الطبقات كيف تلتقهم ونحن ممكن نتحكم فيها بس Byteful أي ماتيريالين يعني نفس الماتيريال بلتقهم مع بعض بلاحظ كيف وفرنا الجهد بس في أربع يعني Wall مستطيل فإحنا رسمنا أربع جدران بكامل طبقاتهم بالسماكات اللي احنا بيكون محاددين تمام أوكي لو بنا نجي مثلا نفتح باب نروح على أكتكتر هنا دور ممكن نحادد أي باب بالنياة طبعا هاي يعني من التابلت تعريفتي الأساسي هذا الباب يكون موجود بلاحظ كيف بس أنه نسغط على الجدار وباشر بفرغ ذي الجدار محل الباب طبعا ممكن كساسبات نتحكم في اتجاهه ممكن أزيح أول ما بدي ممكن أشطبه ما في داعي أرد أصلح الهاتش وباشر كل إشي برجاع ممكن هذا الطايف من هاي الأبواب ممكن أكبر حجمها في كل المشروع أحكي له مثلا بدي ارتفاعها مترين ونص والعرطة هيكون متر ونص بلاحظ في كبسة واحدة كلهم بيتعدلوا مع الهاتش يعني كل الفيوز المساعدة لو أنا عمل مثلا هنا بلاحظ كيف هاي الواجهة هاي الواجهة الباب طبعا بمجرد ما أنا عدلت الأبواب كل الأبواب في كل الواجهات والمخططات وثري يتعدلون مرة واحدة لأنه هو أصلا موديل واحد وأنا بتطلع عليه قاعد من أكثر من جهة أو بقصب بليبلات معينة هاي عندي الليبلات اساسا نوضح كيف هو ليبل واحد وليبل اثنين يعني زي أنا قاصل الكتلة أول ربنا عندي بهذا الليبل عم بطلع فيه من التوب يعني لو أرحت على الواجهة الواجهة بلاحظ أنه البواب ما بتبين عندي لأنها بالليبل اللي تحت بليبل واحد طبعا نفس الشي بالنسبة للشبابيك والنوافط يلاحظ كيف ماسي كليكس بنحدد حجم الشوب باك والنوع وبنحطه في البلاد طبعا في كمال شغلي هنا انه مثلا ارتقاء أو نهاية هاي الطبقات عند الباق طبعا هاد الشي مش صحيح لأصل أن هاي الطبقات تكون لافة كending ممكن هاد يدي الجدار ونحكي له بدي تعمل لي وارب لهذه الماتيريال طبعا هو بكون معرفة الوارب لأنه هاي ما تيعد أن نعملها وارب بشكل مما نلاحظ كيف تكون كيف نلاحظ كيف الكسارة بفت عندي هون الطب داخل لجوه طبعا ممكن يتحكي عن قد يعني اوين هاي النهايات تنتهي ممكن طبعا هاي لها علاقة بتصميم الباب نفسه لو رسمت أنا جدار بلاحظ كيف الطبقات تنتهي بيوا لحظة صارت طبعا ممكن طبعا ينقي أي جدار في أي مرحل من مراحل المشروع نغير الطيب تبعا بلاحظ كيف انا غيرت هذا نوع جديد مثلا فيو خذر فيو فرار هون بعد العزل فيو مثلا طبق الكونكريت اكبر بلاحظ كيف ما في باعي يعني اعمل أي مطولة طبعا ممكنك افتح أطواب هون او شوي ليك مثلا طبعا بلاحظ كيف مثلا لو كمان بدي اعدل هون بدي ازيح اكدر هذا الجدار هاي روفي مثلا بدي اشبك مثلا هاي هون وراحكي لو بدي هاي هون مثلا على سبيل المثال بالواحظ كيف سهولة الشغل والتعديل طبعا ما انه مثلا لو كان في جدار بيجي في متصف جدار مباشرة بعطيني ارغ انه يعني هاي الباب يتعارض مع الجدار اللي انا حطيته طبعا هذا الخطأ يعني هو بس بعطيني وورننج يعني مش خطأ انه لا يمكن يعني انه في اسا فيه اخطاء انه لا لازم اتعدلها ومستحيل انها تصبح طمعا بس هاد من نوع الاخطاء زي التحريرات احكي لك انه مثلا شباكين فوق بعض او بابين فوق بعض طبعا باللاحظ انه مثلا الابواب وش سببك هي لا ممكن تنحط الا مع جدار اللي هي بيسموها system host component يعني لازم تكون على host باللاحظ ما نقدر نحطه بواب بالفراغ وكذلك النوافذ ما نقدر نحط نوافذ بالفراغ لازم تكون على wall عشان هيكا هو البرناوج متعرف انه هذا wall وهذا الشباك لازم يركب على wall فمو ممكن انه اعمل مثلا ارضية واركب عليها شباك او باب ما رح يقبل تمام اوك هيكا بيكون خلاصة من جزء الاول كيف نرسم شباك وقواب وبلان بحيث انه يعني نشوفنا كيف انه كمية الوقتة ممكن نختصرها في عمل بلان او مثلا بنعمل sketch بسيط للعميل ان يكون موضح عليها الامور مثلا sketch في العادة بنعمل one line بس يعني لما يكون يعني two line تكون تنحسب المساحات بدقة افضل تمام ممكن يعني نشوف البلان اختريلي ممكن نتحكم مثلا هون الجدران هاي بديها من level one ل level two طبعا احنا لما نرسم يعني انا بطلع 2D بس انا فعليا لما ارسم الجدران هون اول بتحكم من اي level مثلا لأي level واصل اي مثلا بديها من level one من level two طبعا الlevelات انا ممكن احددها بتلعين دي جدار مش هذي كنتي من level one ل level two طبعا فانا اريدي برسم ب3D بس اني بتحكم فيهم بصيغة اتودي طبعا ممكن ب3D هون اتحكم كمان في الكمبونت مثلا بدي او اضيف ابواب او وزيحة بالشكل بدي اوكي حاليا خلينا نفوت مثلا على الكمبونت نشوف اشي انه كمبونت بايدفولت في مثلا مكتب هون اشي كمان اشجار مثلا هاي طبعا بتكون بايدفولت طبعا انت ممكن تعمل اي كمبونت بالذكية ها مثلا باركين بلوت طبعا هاي الكمبونت معمولة 3D اكيد ممكن تعمل كمبونت تكون بس 2D يعني زي بلوكات الاتوكاد بالضبط حيث انه مثلا اذا انت ما عندك خبرة في عمل الكمبونت او البلوكات 3D ممكن تعمل بلوكات على شكل 2D بتستعملها زي بلوكات الاتوكاد بالضبط المخاططات يعني هاي في شركاتي كبير بتستعمل نفس البروسس كمان طبعا في عنا مثلا الكولومز اللي هي الامدة طبعا اللي هي النوعين في عنا مثلا اامدة نمارية وامدة اللي هي بنسام اللي احنا في البناء طبعا في عنا هون الابين نستعمل طبعا اي كومبونت بدنا اياها ممكن نخط بلوكات مباشرة بنفوت على طبعا الفاميليز هاي يكون الهدارة تتعوني رابط بيكونوا مع نفسي رابط موجودين بدمجة مثلا بما انا هنا بندور على الامدة في انه هون من كونكريت مثلا اللي احنا دائما بنستعملهم بيكون عندي العمود الكونفيت اللي احنا دائما بنعرفه طبعا بيلاحظ هون انه ممكن العمود نحطه في اي مكان بدمجة طبعا هو بكون نخصوم 3D ايضا طبعا باللاحظ هون بما انه احنا بنشتغل بين فيه كمان ملاحظة بتحكيها عن الجدران بس سريعة انه لما نكبس على اي انصور هون في الخصائص تعته هون بعطيني طول الجدار ومساحته والحجم تبعه طبعا هاي المعلومات ممكن كلها نعمل جدول مباشر بعطيني كل الجدران في المشروع مع مساحته واطوالها وحجم كل طبقة من هاي المتيريالز في المشروع عشان هيك هاي هي نمدجة يعني عناصر البناء او اللي هي البن انه كل عنصر فيه information او معلومات اللي هي ممكن استخدمها واطلها كجداول مباشرة واستعملها فيه خلال مرحلة design اندي هون لو انا حركته في اي مكان ما فيه هاجب القاطع معه كيف ان الجدار انه مقتطع من المساحه طبعا 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 اشترنا بسلا هذا كمان الجدار لاحظ كيف تغيرت الجدار هاي بلاحظة انه هون volume 18.6 مع العمود 18.3 العمود الثاني 18 طمام فهاي هيك ممكن استخدم العمودة في المشروع ممكن انا مثلا بدي اعدل هذا العمود في كل المشروع طبعا فيه ربط فيه تقنية اسمها type ممكن اعمل هذا العمود بيكون عبارة عن type او زي البدوك اتحكم في العرب طبعه مثلا في point one مثلا هيك بديها العمود فبتعدل بكامل المشروع يعني ما اخذ داعي اللف على كل انصر لحاله هي مبدايا نفس فكرة بلوك في الاتوكات ولكن هون ما بنسى ان نعمل بلوك هون كل شيء اصلا عبارة عن بلوكات او المبدأ الى بلوكات فما في مجال انك تنسى مثلا انه والله اعمل بلوكات او شيء وهو اصلا يعني هيك الروف تشترك تمام نشوف مثلا الروف الروف عندي او اللي هو الصقف الروف العادة ليما بكون جملون او بكون فلات طبعا فلعا احنا بستخدم الروف جوا ربط هون بحيث انه يعني فعليا احنا بدنا اياه بكون جملون طبعا ترسم او حدود الروف كيف راح تكون كل خط من هاي الخطوط بنلاحظ عليها اشارة مثلا اللي هي زاوية ميلان الجملون كيف راح تكون تمام اكبس اوكي نروح هاي 3D بنشوف الجملون كيف ها نصر تمام ممكن مثلا هادو الخط مثلا بحكيلو انمال يدير هادو يكون ميل يدير يكون فلات ممكن اشريد define slope من هون define slope من هون يسير عندي الجملون الشكل يكون عندي هون هاي فلات ما فيها slope السلوبات على باقي الجهر وممكن احدد هادو الجدار بحكيلو اش بكري معروف وتو ما تكري بش بك معروف هادو الشكل نفس الشي هادو الجدار كمان اش بكري معروف تمام لو انا غيرت اعتفاعروف مثلا من خلال هاي الأسهم اللي هون لاحظ انه عامل التاج مع شكل روف تمام لاحظ كيف هيك level 2 انه في الطابق الثاني هون مكان القطع عندي هنا في منتصر في الروف طبع ممكن اغير الطبقات تاعت الروف او الشكل تبع ندل ما بدنا نروح على edit type هاي الطبقات كلها المستخدمة في الروف ممكن اضيف اغير سماكتها في اي مرحلة من الراحل المشروع وتتعدل انت في فوزك تمام اوكي طبعا في عندي كمان سايت view كيف هيك بيكون باين مندي بالسايت ممكن نفعل كيف تباين الضلال عندي هنا بحيث اني اشوف او اعمل مثلا او اعمل مثلا او اشي معين او اذا في اشي يعني احنا بنشتغل في ال environment design او هاي الأمور طبعا نفعل بحيث اني اشتغل في 3d views ونشوف كيف تأثير الضلال في المبنى اوكي طبعا لحد الان ما انه احنا بنوصم 3d نشوف كيف ال elevations already جاهزين عندي مع هاي ال levels اللي انا المعرف عندي نشوف كيف باقي الوجهات تمام فانا هيك بكون بدقائق معدودة بكون يعني adjust كمي كبير من الشغل طبعا ممكن نحط dimensions وانا ضدنا في اي مكان ممكن نحط levels في اي مكان بدنيا طبعا بيكون القراءة الذاتية عندي هنا لانه انا اصلا بشتغل بإحداثيات ال coordinates لما انه level 1 منصوب 0 level 2 منصوب 4 وهاي ال components كلها information وموجودة بإحداثيات بالفضاء وهي اصلا 3d فكل ما نقطة فيها بيكون إلها إحداثية و level فانا بس انه هون هاي level بيقرأ levels عندي points اللي انا بحدده لها هاي هي كل ما هونالي يعني levels already موجودة في كل مكان انا بس بقاءها في الأماكن اللي بدي لها مثلا بيدي هون احدد السلوب مثلا بيدي هون احدد السلوب مثلا ما بعرف ايش هاي تقنية السلوب ممكن مثلا نغير اليونت كيف يقرأها احكي لي بديها النسبة المئوية ثنتين بيستعمل رمز المئوية مثلا بيدينا level هون 27 و هون 57 و هون 57 ممكن إذا غيرنا هون مثلا نلاحظ كيف كل levelات عم تتحرك هندي والسلوبات عم تتحرك هندي كمان تمام يا تمام اوك تمام تمام نرجع على اكاتيكتور تمشوف هنا كمان هون the floor الارضية طبعا هي نفسها نفس مبدأ رسم الروف ممكن احكي له ان بدلا ما ارسم خطوط و يعني برسم هيك خط تمام او مرباط او هيك ممكن احكي له انه والاو يعني انت اختار الجدار بمجرد ما يختار الجدار يلاحظ كيف وين خط الارضية اللي هي على وجه هالجزء الانشائي من الجدار مباشرة بنجيلية على الجزء الانشائي هاي الاشياء بتفيدنا بالsection لما نيجي نعمل section و نشوف التقاط الارضية مع الجدار كيف راح تكون طبعا هاي الارضية انا حكيت مثلا بديها على لبل واحد يعني ما في اي افشت عن لبل واحد فتلاحظ انه هون كيف هاي الارضية عندي هون ممكن اخذلي view shader اساس اشوف ممكن اغير طبعا نوعية الارضية تكون مثلا هالشكل بسماكت و طبعا هاي الارضية طيب طيب يا جماعة لو بدنا خلينا نحسن نعمل section بسيط شوفنا كيف الارضية بتنعمل طبعا الارضية مجرد مع انا حطيتها ممكن نحط عليها levels مباشرة انديو هنا في plan طبعا لاحظ كيف مباشرة من احداثيتها على الصفر مباشرة فهي لو غيرت ال level طبعها مثلا فليت المنسيب عندي هون طيب يا جماعة فلنعمل section سريع عندي هون في المبنى كل ما هنالك نختار ادعات section ممكن نحدد ان القطع لو هان شايف هاي خط القطع طبعا ممكن نعمله كمان split مثلا بدنا نعمل الخط قطع نكسر باللاحظ كيف اندي هون الطبقات طبعا هادو محل الكسر اللي احنا كسرناها كيف اندي الطبقات زي باللاحظ كيف اندي هون الجدار زي ما حكينا خط الارضية واصل لوجه الانشائي طبعا احسسنا نحصل على يعني joint صحيح لازم نعمل joint هون باللاحظ الارضية قطعت الجدار والوجه ال finish بظل مكمل زي ما لازم يكون طبعا احنا بنحدد انه ايش الطبقات لازم تنقطع ايش الطبقات لازم تضل اما في الجدار او في الارضية هاي الاشياء ما رح نفوت فيها فلنعمل الخط قطع مثلا ما فيو هاي الكسر مثلا مثلا طبعا ها بدي يكون معانا طبعا او الطبقات فروف مثلا مشابه للطبقات اللي هون رح نلاحظ انه صار فيه بينتهم نعمل باللاحظ يا زماع انه انا يعني فعليا بمانا انا خلصت رسم ال 2d هون بالجدغان والشرويكي والبواب اللي هون بكون انا خلصت رسم 3d واجهة فالموضوع كتير سريع بحبا اوكي خلينا نحكي انا خلصت رسم وهي الامور حسا بدي اعمل الاشياء الكثير بتاخد وقت اللي هي الانوتاشن مثلا دايمينشن والبتاكز للبواب والشرويك وهي الامور طبعا في اندي هون في ربط الممكن اعمل دايمينشن بيعطيني كل الجدار مرة واحدة بس بحددي الجدار بيعطيني اياك كامل من السنتر لسنتر ممكن احكي له لا اخذ لي من وجه الجدار من وجه للوجه ممكن احكي له طيب الجدار فيه فتحات بدي اياك اخذ لي الفتحات كمان من سنتر الفتحات لا طبعا انا بدي كمان اخذ الفتحات مش سنترها تمام يا جماعة طبعا هذول جدارين اساس هيك اخذن كل واحد لحال بلاحظ كيف سرعة وضع الانوتاشن هنا حسنا اوكي لنفرض مثلا هسا بدا نحط تاجز اللي هي التاج الشبابيك والابواب اللي بخل بوقت مدني طبعا في الاتوكات خصوصا لما يكون مشروع كبير وفيه انواع كثير من الابواب والشبابيك ممكن بكبشة واحدة فقط على الانوتاشن هون تحكيه تاج اول تمام ممكن احكيله تاج اول كل الابواب وكل الشبابيك فمباشر بعمل التاجز على كل الابواب والشبابيك تمام طبعا انا ممكن مثلا اغير لو غيرت مثلا التاج تاع الشبابيك هنا خليتوا بالديان مثلا W1 بلاحظ كل هذا الطايف من الشبابيك بصير اسمه W1 في المخططات طبعا في الجدول طيب خلينا نشوف لمحة سريعة بص عن الجدول اللي كلنا نحكي عنها لو رحنا مثلا على schedules حكيتوا بدي اعمل جدول شبابيك طبعا هاي كل العناصر ممكن يعني نعملها في الربط ممكن نعملها جداول احكيله انا بدي جدول شبابيك فيه عدد الشبابيك بدي فيه الlevel تبعها على ايلة الموجودة بدي فيها كمان الطايف مارك اللي هي في العادي بتكون يعني زي التاج طايف مارك وبدي يكون عرض للشبابيك ويكون في الارتفاع طبعا 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 احكيل اوكي احكيلة فيه عندك هاي الشبابيك ولها الـ W1 بديش عرضها بديش ارتفاعها ممكن طبعا اتحكم انا في الـ W1 مثل ما بدي بدي احكيله كل الـ type 1 مثلا هده ما تعمل لـ itemize type mark مثلا تعمل لـ طيب مارك تبعهم W1 العرض تبعهم كده بنافرض انا مثلا بدي اغير الاسم طبعا مثلا W2 من الجدول هون بحكيلي كل هاده الطايف يتغير بديك تغيره برجع على الـ plan بلاحظ ان كل هاي الشبابيك تغيرت الـ طيب لو انا شططت هاده الشبابيك هاده الشبابيك بلاحظ عندي هون في الـ schedule مباشرة الـ count صار عندي شبابيكين تمامي جماعا لو انا رأت على الـ level 2 هين ارقي هاده اروف و بدي مثلا هاده تضع هنا هون حسلا بدي افتح انا هون كمان شبابيكين ثلاثة طبعا حتى لو ما حطت عليهم المارك هو already معروف انه هاده الشبابيك الـ type طيب الـ W2 بلاحظ صار في عندي هون ايه خامس شبابيك طبعا ممكن نحط كمان انه ارقيب لجوهم هاده حسب الـ level بـ level 1 عندي شبابيكين بـ level 2 اندي ثلاث شبابيك الـ type طيب الـ W2 و العرض و الارتفاع طبعا هاي نبضة بس اشي لـ schedules انه يعني نطلع جداولة كل اشي اعملنا في المشروع طبعا هاته نطلع في شبابيك وبواب و هيا طبعا طيب خلينا نعمل كمان شغلة اللي هي قبل ما نروح على الدرب زينات مثلا خلينا نعمل استير اللي هو الدرج اللي هو في العادي بيكون يعني خلينا نحكي الدرج وتفاصيل شوية بتاخد وقت يعني في الـ 2D أو في الـ 2CAD تعيننا هون انا ادي بطرق ارسم الدرج بما يعني طبعا وباشر انا مجرد ما احكي له بدي درج تمام بدي اعمل لفل 1 او لفل 2 فالفرق بنتهم قداش 4 متر فبحكي لي كم بدك درجة مثلا 22 او 21 بلاحظ انه 21 انه ارتفاع الدرجة صار مثلا 19 احكي له لا بدي ازاودهم شوية مثلا ارتفاع الدرجة اللي راح يوسمني ايها هي 17 مثلا اوكي بس خليهم عدد زوجي مثلا نصيره 16 عدد الدرجة خليه 30 سنتي مثلا ومباليش نقسم الدرجة بلاحظ كيف انا عم برسم بحكي لي انه انت رسمت 12 مثلا ضايدة 12 8 انت عامل ثمانية دولة 16 درجة تمام؟ عساس انه نسوي الشواحد بلاحظ كيف نقسم الشختين في الاتجاه والاتجاه درجة 1 12 13 24 درجة مع السهم والدرجة ممكن نعمل صح بلاحظ كيف الدرجة مرسوم معمارية نية نية صحية هاي الاشياء اللي فوق خط القطع كيف مبيني هيدن اتجاه الصعود مع السهم الصعود مع الدربزينات وكل شي موجودة خلينا نشوف لو بيدي احرك هذا الدرج اطلع برده من الوسطة ونشوفه بتلاحظ كيف عندي الدرج هنا مع الدربزينات طبعا ممكن نغير نوع الدربزين لأي نوع بالنية اشطب مثلا الدربزين الداخلي بخليها مثلا هذا الدربزين بزجاجي نطبع طبعا الدربزينات يعني فيها فليكسيبليتي كتير عالي ممكن احنا نعدل ونطلع لشكل الدربزيني اللي بدنية طبعا هذا نوع الدرجة اللي هو بيكون في العادة الدرجة الخشبي اللي بكون فيه يعني سوبورتس على جوانب درجات بس عبارة عن خشبات احنا في العادة طبعا هذا يستخدم للأغل الداخلي مثلا بدني احنا في العادة الريكاست او الخرسان هذا الدرجة الخرسان احنا دايما يعني في العادة نستخدمه وفي الأدنية طبعا ممكن يتحكم في كيف انه اذا في مثلا نحكي نوزة الدرجة وهي الأمور احنا دايما نستعملها اللي هي القائمة والنائمة طبعا احنا ما رح نشرح كيف هالأمور تنعمل بس انه هاد أشياء احنا نحكي انها موجودة مثلا بدي نوزة الدرجة تكون 05 تكون مثلا تكنيسي الدرجة من 03 نلاحظ نلاحظ كيف سرعة انجاز الشول طبعا هادا بنعمل فيو سيكشن رح يطل صحيح ناريا 100 خلينا نشوف نعمل فيو سيكشن سريع نلاحظ انه هون تخطي القطع هون بنوزة كلها موجودة بده ربزين نبين ممكن نحط في اي مكان بدنيا طبعا ممكن نحط طبعا في الامنوتيشن هاي فيها كل اشي بتعلق في والتاج و هالأمور ممكن نحط مثلا عديد الدرجات مباشرة اريده اعدليا فهو فاهم انه هاي الدرجة فهو بيعدليها تمام ممكن نحط مثلا التاج اللي دائم تطلب النقابة انه اللي هو عديد الدرجات بارتفاعها كدش هاتم يكون مثلا وهذا الشي ممكن طبعا نتحكم فيو مثلا عصاص انه خلينا روتيات مع اللبنة طبعا ممكن كما نتحكم بالصيغة طبعا الشرط يكون النقات و هاي الامور طبعا 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 اي مثلا كيف بلغسنا الدرج طبعا فعلا ممكن نرسم اي نوع من الادراز طبعا بشكل بلغسنا مثلا بلتريدي ممكن يكون سبايرل ممكن يكون مثلا دائري ممكن يكون اي نوع من الادراز كيف بلغسنا على الشكل ال يكون درجات كلها موجودة يكون هنا على الشكل حرفي والاهم من هيك الجماع اللي ممكن انا اعمل سكتش 2d للدرجة اللي بديها هيا اروح فصالة 2d view وراح يكون هنا الشغل الاصل مثلا بدي درجة جايش كده هيك مثلا هالشكل بدي اعمل عنها مثلا افسد لاحب انو هاي الوكير ما ممكن انو وشلك مع اي شكل يا جماعة ما بفق كتير وراح احكيه له انو اتجاه الصغود اشكل تماما دماغا اضع درجة عندي انها الساملناه مع النوزي طاعت ومع كل شي فيه ممكن اعمله في البلد اتجاه اشكل طاعت جماعة في اكسابلت اكتير علي وصورات انجاز الشغل اكتير علي طبعا اي درجة ممكن انو نعمله فليب في اي اتجاه بدنايا طبعا هات حركة عصاصنا عملها في 2d خلي نحكي في مرحلة مهائية من المشروع رح تكون كارتية جدا تعديل كل استيكاشن وكل هاي الامور بس هون بكبسات معدودة اي استيكاشن انت عملها اي details كل هكذا بنعملها اوتوماتيكلي تماما جماعة في كمان عندي هون الاشياء ممكن نستعملها بشكل سريع اللي هي الدرجة بزينها طبعا هو نفسه طبعا الدرجة ولكن يعني ممكن نستخدم بشكل من فصل نحط مثلا بلقين هاي الامور استخدام الدرجة ممكن مثلا نستخدمه نرسم الدرجة على الدرجة بنيعب مثلا بهذا الشكل يعني انا مثلا بالغراج طبط الدرجة او بدي الدرجة يكون بشكل معين ماشي على الدرجة فممكن فكل سهولة ارسم درجين وهو يمشينا مباشرة على الدرجات زي ما احتشافين كل درجة يكون فيها طوبط هاي كم يكون احنا شرحنا الاشياء الرئيسية والاساسية انه هون في الريفر نلاحظ هنا 3D بطلا ممكن نعذبه على نظامي ممكن نروح مثلا على اي واجهة ممكن نروح مثلا على اي واجهة ممكن نروح مثلا على اي واجهة حيث انه متحكم حيث الامور ممكن نعمل ردد لاحظ كيف الفعلنش الضلال مثلا هون عن الواجهة كيف تطلع يعني شيء لطيف وشغط سريع طبعا السكشن اللي عملناه هاي بنبين هون انه هون فيه سكشن في الواجهة لو عملنا كمان سكشن كلها بتبين عندي هون وهو الاشي دي هو بسهل يعني اخراج اللوحات النهائية اللي هي بح تكون مثلا بصيغة شيء زي هيكا مثلا هذا مشروع احنا اشتغلنا يكون فيه يعني كل الديميشن والديتيلز نشوف احنا مثلا عملين كاستم دي تيل للوندو بحيث اني يعطيني تالك الويندو ارتفاعها وعرضها وارتفاعها عن الارضية هذا احنا عملين كاستم مثلا ممكن تعمل اي كاستم بدك اياه السكشن بمجرد ما ينحطع الشيط اوتي ما تكتب هو يعني بوخد رقم التفصيلة والرقم تبعها يعني 2 صفحة 301 باللاحظ احنا بصفة 204 فلوحنا 301 تفصيل 2 سكشن 1 سكشن 2 هاي هي السكشن اللي كان في البلان بانه هو مباشرة يعني ايجى على لوحة رقم 301 وهو اصلا رقم 2 بالتفصيلة فمباشرة بتكتب هاي الشغلة في سكشن هون لو غيرت الشيط مثلا وديته على الشيط ثاني مباشرة بتغير رقم الشيط ورقم التفصيلة حسب الشيط اللي بنقوله عليها بترامي جمعا هاي الاشياء الرئيسيا في الربد يعني احنا شرحناها هاي الجدار مثلا اللي حكينا عنه لو مثلا بالدعاء غيره خلنا نحكي لو نستخد انه مثلا المالك طلب يكون في عزل لانه هون خمسة سانتي مثلا طبعا بغض نظر عن الهاتش بس انا رح اخد هاتش العازي مثلا طبعا هون يشوف كيش الماتيريال بتكون عندي وقد اخد كيف الهاتش تبعها وكيف تبين عندي في المخطط اللون الو مثلا بلاحظ انه عم بيطبق العازل على كل هاي الجدران في كل المشروع بلاحظ كيف اضيفت طبقة العازل في كل المشروع طبعا صارت عندي كل الساكاشن صحيحة شوفي الساكشن الثاني مثلا اندي هون هاي الطبقة العازل مثلا في كل الساكاشن موجودة لو رحنا مثلا نرجعنا على المخططات بلاحظ كمان كيف المخططات عندي هون كلها تعدلت مع طبقات العازل طبعا مع الاشياء العازل طبعا مع الاشياء العازل للمدان صار بدها شوي التحريك ممكن هنا يتحكم الجدار يكبر لجوبة يكبر لبرة لما نطيف طبقات وهي الامور يعني طبعا هاي مخططات الاساس وهي مخططات دام مثلا كلها تعدلت لو مثلا هاي الحركة مثلا ده تناعمل في الكاد بدها يعني المعاملة يمكن ري ديزاين او تناعمل من اول بجديد كل التفاصيل التفاصيل الجذران السكاشن الكميات كلها بد يكون بدها يعني حسبة من اول بجديد بس هون بكابسات معدودة يعني انت بتكون يعني انجزت الاشيار الدكية وهيك نكون خلصنا يعني وصلنا ل نهاية المخاضرة تباتنا واذا في حدا يسا عنده اي استفسار جماعة في حدا يعني لسا متردد يبلش السموار كيف يبلش يعني يتوصل معانا على الجروب اللي امله مهندس محمد ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة